واجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في المراكز المعتمدة لتشخيص الأورام في مصر وفق المعايير الدولية بالأخذ في الاعتبار التوزيع السكاني على مستوى الجمهورية كما واجه الرئيس السيسي بدعم إنشاء مركز التمييز الخاص بالمرأة تشخيص وعلاج الأورام في مستشفى دار السلام هرمل وتوفير المصادر المالية لاستكمال منشآته وتجهيزه بالكامل اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية والدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ علاج الأورام بكل طب قصر العيني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع شهد متابعة المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة على مستوى الجمهورية حيث أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أن المبادرة ساهمت في تطوير منظومة التشخيص والعلاج من الأورام خاصة سرطان الثادي من خلال استخدام الأدوية الحديثة التي أثبتت الأبحاث العلمية قدرتها على العلاج وخفض معدلات الوفاء لسيما في الحالات المبكرة بالإضافة إلى تحسين البنية الأساسية من أجهزة أشعة تشخيصية ومعامل تحاليل إلى جانب ميكانة مراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع حالات أورام الثدي في مصر فضلا عن التدريب المستمر لجميع الكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال وقد أوضح الدكتور حمدي عبد العظيم أن المبادرة نجحت في تحقيق أهدافها الأساسية بشكل كبير على مدار العامين الماضيين حيث تم الكشف على حوالي 17 مليون سيدة في مراكز الرعاية الأولية وعمل المسح الإكلينيكي لهن للتشخيص الأولي للأورام وذلك في إطار أكبر مشروع قومي من نوعه للتشخيص المبكر لسرطان الثدي في الدول النامية على مستوى العالم مما ساهم في خفض نسبة الحالات المرضية في مصر التي يتم تشخيصها في المراحل المتأخرة للمرض من 60% إلى 30% ومن ثم تعظيم خدمة الكشف المبكر والتي ساعدت على تحسين نتائج العلاج أخذا في الاعتبار أن معدلات الشفاء ترتبط ارتباطا وثيقا بالمرحلة التي يتم فيها تشخيص المرض وأضف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك عرض مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام هرمل لتصبح مركزا متطورا لتشخيص وعلاج أورام الثدي بالإضافة إلى تدريب جميع مقدم الخدمة الصحية من الكوادر الطبية وتمريد وفنيين على أحدث طرق وأجهزة العلاج والتشخيص وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في المراكز المعتمدة لتشخيص الأورام في مصر وفق المعايير الدولية بالأخذ في الاعتبار التوزيع السكاني على مستوى الجمهورية كما وجه سيادته بدعم إنشاء مركز التمييز الخاص بصحة المرأة وتشخيص وعلاج الأورام في مستشفى دار السلام هرمل وتوفير المصادر المالية لاستكمال منشآته وتجهيزه بالكامل من قبل صندوق تحيا مصر بحيث يكون هذا المركز بمثابة مرجعية لكافة المراكز والوحدات التشخيصية والعلاجية الأخرى في مصر وليمثل منارة طبية لهذا التخصص المهم على مستوى الدولة